مع بعض كده نشوف أخبار النادي الأهلي الشحات وهاني شاركوا في التدريبات وده الخبر اللي هم جمهور نادي الأهلي بشكل كبير جدا مسماني قعد مع المدافعين جلسة خاصة جدا وقال لهم أنا بابني من هنا وهو دي جزئية اللي مسماني مركز عليها مركز إن هو يبتدي من هنا يقفل من هنا وأكيد حيبع عنده قناعات كبيرة جدا مسماني إن أهم حاجة نص الملعب أنا حمسك نص الملعب إزاي غير باقي بقى الفكر والتاكتك أكيد هو ليه تصريحات كانت معانا مبرح وقال إن هو اتفرج أكتر من مرة وفي الطيارة كان قاعد يتفرج على ماتش الدحيل الأخير وحط الخطة وحط القصة اللي في دماغه المشكلة في الزمن اللي إحنا فيه إن هو بيحط خطة واثنين وثلاثة وبيرتب على لعيبة واثنين وثلاثة أعتقد إن أكيد حيكون حاطت فكرة كبيرة جدا على أفشة معتمد بشكل كبير جدا على علي معلول وبقيت خطته اللي هو بيفكر فيها مع كل نجوم النادي الأهلي أي من أشرف واحد من نجوم النادي الأهلي اللي لسن على طول بينطأ اسمه الفترة الأخيرة لأن الحياة بيأدي بشكل غير رائع سواء في الجزء الدفاعي أو في الجزء الهجومي يا طرع يوم الخميس الأهلي محضر إيه؟ يا طرع يوم الخميس هنعمل إيه؟ إن شاء الله بإذن الله أداء جيد ورائع للنادي الأهلي توقيع غرامة على رمي ربيع بسبب تصريحاته وبسبب عروض المأولين وعروض النادي الإسماعيلي ومسؤولي النادي الأهلي أو كابتن سعاد عبد الحفيز وقع غرامة وقال إن في التوقيت ده ما فيش تصريحات في التوقيت ده في النادي الأهلي في كاس العالم للأندية في النادي الأهلي في الدوحة ما فيش حاجة ما ألهاش المهندس خالد مرتجي معنا تخص النادي الأهلي وتفاصيله وأعتقد إن الأمور ماشي هناك بشكل جيد جدا خطوة جديدة وخطوة مهمة جدا لمسيماني لأن مرحلة تانية مع مستوى تاني من الكورة أعتقد إن المسيماني عنده تفكير كبير جدا ومسيماني كان عنده أحلام حقق 60-70% منها مع النادي الأهلي وهو كأس الدوري المصري كأس أفريقيا كأس مصر يعني حاجات كتيرة جدا جدا مسيماني عملها مع النادي الأهلي بعض الناس بيقولوا إن النادي الأهلي يكسب بأي حد وبعض الناس بتقول إن مسماني مقدمش حتى الآن مرضوك جيد مع النادي الأهلي وبعض الناس بتقول إن مسماني مدير فني جيد أنا صاحب نظرية إن مسماني مدير فني جيد عارف إن عنده فكرة وعنده طريقة هجومية بيشتغل بيها بشكل جيد جدا وأعتقد إن هو عنده مفاجآت جيدة جدا يوم الخميس القادم عندي بعض النصايح لبعض اللاعبين رامي ربيعة أنا من لعيبة الحياة اللي بحبوهم جدا وبصفة عامة أنا مش بنصح رامي ولكن بنصح بصفة عامة أي لعب ونقف على النصيحة دي شوية ناخدها إن هي نصيحة لرامي ربيعة يعني ناخدها كده من بقي إن هي نصيحة لرامي ربيعة وأقول إن هي نصيحة عامة في المطلق وإنت ما بتلعبش قلل تصريحاتك وما بديش نصيحة غير اللاعب بحبه بصفة يعني بصفة عامة كده وإنت ما بتلعبش قلل تصريحاتك وإنت مش موجود في الملعب خلي كل تركيزك تلعب وانت بتلعب يعمل اللي انت عايزه مش معنى كين انت وتلعب تصرح او تقول او لا بس دايما وانت اللاعب وما بلعبش هي نقطة ضعفه هي لحظة ضعفه الناس مش سمعة يعني الناس بتحس ان اللاعب اللي ما بلعبش اما يبتدي يصرح يقولك اللاعب ابتده يشتغل بلسانه اللاعب ابتده يشتغل بيد وزي اللاعب مثلا ميجي يقولك اللاعب بطل اللاعب فلس تلي شغال بيديه داخل خناء في الملعب حاجات اللي هو ايه رجله خلاص راحت مش موجودة فدايما الناس بيبقى عندها قناع انت مش موجود في الملعب يبقى انت بتشتغل كلام بتشتغل تصريحات اطلع من الحتة دي على طول على طول اللاعب الزكي في الجزئية دي وانا مش موجود في الملعب عندي تارجت واحد بس ان انا ارجع وكون موجود دي نصيحتي لكل لعب خارج المستطيع